موسيقى موسيقى مساء الورد أعزائي المشاهدين يسعد مساكن جميعاً بكل خير اليوم مثل ما اتفقنا قلنا حنتكلم إن شاء الله عن السعادة الحقيقية السعادة الحقيقية اللي كل إنسان مننا اليوم عم يبحث عنها ودائماً نبحث عن امتلاك بعض الأشياء حتى نشعر بالسعادة لكن أعزائي المشاهدين السعادة الحقيقية اليوم رح نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله حتى نحصل عليها ونعيش فيها نعيشها حقيقة مع بعض إن شاء الله كأسرة كعلاقات كمهن وكعلاقات ذاتية كيف علاقتك مع نفسك أنت تعيش بسعادة غامرة تعيش حياتك الجاية إن شاء الله بسعادة غامرة بعد ما تكتشف معنا اليوم شو هي السعادة الحقيقية وكيف أنت كشخص اليوم قادر تسيطر على نفسك وتعيش حياة وسعيدة وحقيقية متل ما أنت تتمنى وبتحب دائماً السعادة الحقيقية لو اليوم سألت أي شخص شو هي السعادة بالنسبة لك رح تلاقيه هو رابطها بشيء معين إذا هو امتلك هذا الشيء فهو بيشعر بالسعادة لكن أنا بحب بشرك عزيزي المشاهد إذا أنت اليوم ربطت سعادتك في شيء فثق تماماً رح يكون حصولك على السعادة مؤقت لأنه هذا الشيء رح تحصل عليه ويتأقلم عليه عقلك اللواعي ويصير بالنسبة له حاجة عادية جداً لذلك يفترض أنه أنت اليوم ما تربط سعادتك في امتلاكك لشيء معين ليش؟ لو بحثنا عن السعادة رح نجد بنهاية الأمر امتلاكي لأي شيء هو يعطيني شعور الشعور هذا هو الشعور اللي أنا بشعر من خلاله فيه السعادة والسعادة الغامرة لذلك مش امتلاكي للشيء هو الأساس ولكن الشعور اللي أنا بحصل عليه هو الأساس بالنسبة لي وهو السعادة الحقيقية رح نشوف كيف قصة عجبتني كتير كتير ريتشارد برانسون اللي عنده امبراطورية برانسون رجل أعمال أمريكي معروف عنده شركة طيران اسمها فيرجين ريس شركة قوية جداً او اسمها حتى عنده امبراطورية عنده مجموعة شركات هذا الشخص في يوم الأيام ريتشارد برانسون حب أنه يطلع رحلة سياحية في قارب في أحد القرى هناك بحيرة جميلة جداً بين أشجار وأشجار خضر وعصافير وفيها أجواء جداً رائعة فحب شوية هو يعمل تأمل أو يريح عصابه من العمل من ضغط العمل فحب أنه يروح يعمل رحلة ما يقارب صغير مع التجديف فكان نصيبه أنه طلع مع شاب وأثناء الطريق وأثناء الرحلة تبعه سأل الشاب هذا سؤال قال له أنت اليوم عم تعمل هاي الرحلة ليش ما فكرت أنه أنت تشتري قارب آخر؟ قال له أشتري قارب آخر ليش؟ شو السبب إذا بدأ أشتري قارب آخر؟ قال له تشتري قارب آخر يعني بصير عندك دخل أكثر قال له ليش يكون عندي دخل أكثر؟ قال له ممكن وقتها تكبر شركة تبعك وصير عندك شركة سياحية وتجيب الموظفين أكثر وتعمل قوارب أكثر قال له طيب ليش أعمل هذا الشيء؟ قال له مع الزمن بصير عندك شركة كبيرة جداً بصير عندك أموال كثيرة وبالتالي بصير عندك أموال كثيرة بتصير تعمل مثلي رحلات هيك سياحية في القارب فقال له الرحلة هاي أنا كل يوم بعملها بدون ما أعمل كل الدورة اللي أنت هاي عملتها بدون ما أنا أكبر العمل تبعي وأزيد الضغط على نفسي وإلى آخره فأنا بعملها كل يوم إذن أنا كل يوم بشعر بالسعادة بدون امتلاك إلى هاي الأشياء اللي أنت تكلمت عنها لذلك عزيزي المشاهد من هاي القصة نحن متأكد الآن أن السعادة الحقيقية هي موجودة عندك لكن لازم أنت تبحث عنها في داخلك ربنا سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون شوف شو عندك من النعم الداخلية شوف الشي اللي أنت عندك وشعر بالامتنان وشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه تعال أسألك سؤال عزيزي المشاهد أنت اليوم لو قعدت وطلبت منك تكتب سؤال هل أنت حياتك تسير بشكل مثالي مئة بالمئة مثل ما أنت بتتمنى طبعا الآن لو كتبت هذا السؤال هتلاقي في إجابات رح تكون سلبية من الوعي تبعك وتقول لك لا لأني ما أمتلك هذا الشيء لا لأني ما عندي ما أمتلكت السيارة اللي أنا بديها لا لأني ما أمتلكت البيت لا لأني ما تزوجت لا لأني ما حصلت على أولاد لا لأنه صحتي تعبانة لا لأني ما بلعب رياضة لا لا فهتلاقي كتير لآآت موجودة تمنعك من أنه أنت تكون سعيد لكن اليوم عزيزي المشاهد لو أنت تخيلت أنك أنت تملك الشيء الأول اللي أنت قلت حياتك مش مثالية بسببه هل في شيء آخر ناقص في حياتك حتى تكون مثالية؟ اكتب هذا التمرين عزيزي المشاهد وراح نشوف مع بعض كيف أنت قادر تشعر بالسعادة من داخلك بدون امتلاك أي شيء لأنه شعور مثل ما قلنا شعور السعادة بيأتي من الداخل لذلك اكتب هذا التمرين الآن طبقه حتى تتأكد أنه السعادة حقيقية من الداخل أنه أنت اليوم اكتب السؤال هل أن حياتي تسير بشكل مثالي مئة بالمئة كما أتمنى؟ الجواب الأول سيجيك سيقول لك لا لأنه كذا أكتبها ولو الآن السؤال الثاني لو كنت تملك هذا الشيء هل ستكون سعيد؟ ممكن كمان يكون في عندك سؤال ثاني ناقصك شيء ثاني في حياتك لذلك كمان هذا الشيء ثاني اكتبه وارجع أسأل نفسك سؤال إنه لو أنا هذا الآن عندي تخيل إنه هذا الشيء عندك اللي أنت بتقول لا تملكه تمام؟ يعني على سبيل المثال أنا بقول إنه لا حياتي مش ماشية مثل ما أنا بتمنى ليش؟ لأني أنا ما عندي البيت اللي أنا بتمنى واللي كان مضمن قائمة أحلامي لسا لا أملكه طيب تخيل إنه أنت الآن عندك البيت هل حياتك تمشي أو تسير بشكل مثالي مئة بالمئة؟ بتقول نعم ولكن لاقصني يكون عندي سيارة فارهة مثلا تمام؟ تمام؟ إذن كمان تخيل الآن لو أنت تملك البيت والسيارة هل حياتك تسير كمان بشكل مثالي مئة بالمئة؟ هتقول لا ممكن ناقصني إني أنا أتزوج ناقصني شريك الحياة أو ناقصني شريك الحياة إذن دائما ستبحث عن أشياء تشعر فيها من خلالها من خلال امتلاكها بالسعادة لذلك خلينا نركز اليوم على أساس أنه أنت تخيل لو امتلكت كل شيء تخيل معي الآن تمتلك أي شيء من الأشياء اللي ذكرتها أنه هي مانعتك من أنك تعيش السعادة الداخلية تخيل أنك تشعرهم والعقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال لذلك هذا الشيء راح يؤدي إلى أنك تشعر هذاك الشعور اللي كأنك أنت تمتلك هاي الأشياء اللي تؤدي لسعادتك لذلك عزيزي المشاهد أنت اليوم مجرد أنك تتخيل أنك تمتلك هاي الأشياء راح تشعر شعور السعادة اللي أنت تبحث عنه لو أنك امتلكتها إذن هو بنهاية هذاك الشعور اللي احنا نبحث عنه لأنه السيارة هي عبارة عن حديد لا تعني لي شيء لكن امتلاكها يعطيني شعور الشعور هداكة اللي نحنا دائما نتمناه ولما تشكر ربنا وتمتن امتنان شديد على الأشياء اللي أنت تملكها راح يزيد الرضا عنك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا إن شكرتم لأزيدنكم الشكر على شو? تشكروا على النعم اللي أنت تمتلكها تشكروا على إحساس اللي عندك على شعور اللي عندك وبالتالي، حيزيد الرضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يرضى الله عليكم حتى ترضوا عليه فقالوا الصحابة يا رسول الله كيف نرضى عليه قال أنه تسعدوا وتشعروا برضا وتشكر ربنا على كل شيء على الحلوة وعلى المرة بما معناه وبالتالي الإنسان لما يقول إنه لله وإنه يراجعون ولما يفقد أي شيء عنده ويكون سعيد وعنده شعور رضا ذاك راح دائما ربنا سبحانه وتعالى يزيدوا هذا الشعور من الرضا ويعيش الحياة اللي هو بيتمنها لذلك يا عزيزي المشاهد من اليوم اتأكد أن السعادة الحقيقية في داخلك أنت السعادة الحقيقية أبحث عنها في داخلك وليس في امتلاك الأشياء ياما ناس عندهم سيارات وعندهم بيوت وعندهم كتير أشياء ولكن يتمنوا يكون عندهم حاجة واحدة فقط أنت تمتلكها ممكن تعتبر بالنسبة لك هي لا شيء ولكن هي تعتبر بالنسبة لهم من أكثر وأغلى الأشياء في الحياة لذلك يا عزيزي المشاهد اشكر الله على اللي أنت فيه اشكر ربنا عن النعم اللي أنت عندك انظر إلى داخلك في أنفسكم أفلا تبصرون أبصر في داخلك فكر أكثر واشعر بالامتنان واشكر رب العالمين دائما وزيده شكر على النعم اللي أنت فيها ورح تشوف أنه شعورك بالرضا شعورك بالسعادة هذا رح يبدأ يجذب الأشياء اللي أنت تتمنها لأنه أي شيء يبدأ تمتلكه لازم تتخيله وتشعر بالراحة والرضا تجاهه وبالتالي الكون هذا كله المسخر إلنا رح يسخر لك الطرق والوسائل اللي تحصل على الشيء اللي يبدأ ياه لكن يبدأ الشعور أولاً من قلبك أنت وتكون شعر بالسعادة بهذا اليوم عزيزي المشاهد ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي هي تكلمنا فيها عن السعادة الحقيقية أتمنى أنه تكونوا شعرتوا إن شاء الله بالسعادة معنا اليوم وأتمنى تبدأ حياتك من اليوم سعيدة أكتب أي شيء تشعر فيه بالشكر تجاه رب العالمين أي شيء عندك نعمة أكتبها حتى تشوفها كل يوم وتشكر ربنا عليها حتى يزيدك من هذا الرضا وكون معنا إن شاء الله بكرة رح نتكلم عن شيء مهم جداً 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 بعد ما تمتلك الشعور القوي بالسعادة رح نساعدك كيف تتعلم وتمتلك شعور الثقة بالنفس ونشوف شو هي مدى قوة الثقة بالنفس لما أنت تمتلكها كشخص لذلك كنوا معنا في حلقة بكرة إن شاء الله ويسعد مساكن مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر